الحمد لله الذي منع المؤمنين بمواسم الخيرات وفضل بعض الأيام على بعض بسيل من النفحات وأشهد أن لا إله إلا الله خص بعض الأوقات بتنزيل مزيد من الرحمات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من حرص في المواسم على الإكثار من الطاعات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مفسمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءًا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا أولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخيرك ذهب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذن الله منها أحبتي في الله إن لله سبحانه وتعالى في أيام الدهر نفحات فمن غفل عنها ضاع عمره في الملهيات وأما من تعرض لها فقد حاز على البركات إنها منح من خزائن رحمته جل جلال يصيب بها من يشاء ومن صادف نفحة منها فسيسعد سعادة الأبد قال علماء الأخلاق والآذاب التعرض للنفحات هو الترقب لورودها بدواب اليقمة والانتباه من سنة الغفلة حتى إذا مرت نزلت بفناء القلوب قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إن الصفوة أقوام مذتيقظوا ما نام ومذسلكوا ما وقفوا فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقف ما كانوا فيه فاستغفروا ومن هذه الأزمنة المباركة شهر شعبان فعن أسام بن زين رضي الله عنه وأبطاه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهوب ما تصوم شعبان فقال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل النفس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم قال أهل العلم ورفع الأعمال إلى الله سبحانه على ثلاث درجات أما الدرجة الأولى فهو رفع يومي للدرجات والأعمال ويكون ذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر وذلك لما رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتبعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون اللهم اجعلنا من هؤلاء أما الدرجة الثانية فهو رفع أسبوعي للأعمال ويكون في يومي الاثنين والخميس فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحنا فيقال أتركوا هذين حتى يفيئا حتى يصلحا ويصلحا ما بينهما أما الدرجة الثالثة فهي عرض سنوي كما بكرنا في هذا الهديث رفع سنوي يكون في شهر شعبان إلا أن رفع هذه الأعمال أحبتي في الله مموط بشرطين عظيمين أما الشرط الأول سلامة العلاقة مع الخالق جل وعلا وأما الشرط الثاني فهو سلامة العلاقة مع الخلق لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة المصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح وهكذا يتربى المسلم على سلامة الصدر والهلم والعفو قبل نهول رمضان من هنا وجب علينا أحبتي أن نجاهد أنفسنا وأن نذر حضوظ النفس وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على مكان من أخلاق في الدنيا والآخرة قالوا بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أعفو عن من ظلمك وصل من قضعك وأعطي من حرمك وهنا قال الشافعي رحمه الله لما عفوت ولم أحدد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات فيمن نويت على استقبال رمضان بقطيعة الأرحام وهجراني الإخوان تبهي الله تعالى لكي ينفر الله لتا في النصف من شعبان والصور في شعبان أحبتي يشبه سنة فوق الصلاة كما أن الصلوات المفروضة سنة قبلها فكذلك لرمضان سنة قبلية وهو صيام شعبان فهو كالتمرين على صيام رمضان لأن ندخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده ووزن من صيام شعبان قبل رمضان حلاوة الصيام في شهر رمضان ولذته فيدهل في هذا الشهر المبارك بقوة ونشاط قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي حديث آخر قالت ولم أره صائما من شهر قلت أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا ولا شك أن من أعظم القربات الصيام في سبيل الله تبارك وتعالى فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه على النار السبعين خليفا اللهم باعه جوهنا على النار وأدخلنا التمثة بغير سابق عذاب ولا كساب وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال كنت يا رسول الله مرني بعمل ينفعني ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا عبد له أي لا يوجد شيء مثل الصوم في الحسنات والوجور وفي رواية قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليك بالصيام فإنه لا مثل له وعنه ليس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ختم له بصيام يوم دفل الجنة اللهم ارزقنا حسن الفاتمة من ختم له بصيام يوم دفل الجنة من كان آخر يومه صيام فإنه بإذن الله جل وعلا المنان سيدخل إلى الجنان نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الفاتمة قال الإمام المناوي رحمه الله أي من ختم عمره أو ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صالم أو بعد زطره من صومه دفل الجنة مع السابقين الأولين أو دفل من غير سف عذاب نسأل الله أن يرزقنا هذا الختام ومن الفوائد أحبتي من العبادات في زمن الغفلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شعبان أنه شهر يرفل عنه كثير من الناس من الفوائد مضاعفة الأجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئن بما أنتم عليه أجه خمسين منكم قالوا يا نبي الله أَوَمِنْهُمْ قال مَنْ مِنْكُمْ انظروا إلى هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الأجر فالطاعات في زمن الغفلات تضعف فيه الأجور ويزاد في الثواب فهنم بنا إلى الإكتار من العبادات والطاعات في هذا الشهر العظيم هذه نفحات أربانية ومواسم إيمانية لا ينبغي أن نضيعها مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيمن ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أسق وحضر بوارك فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلل الموت قهرا من تدارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مغنص واجعل مدارك على طلب السلامة من جهيم فخير ذو الجوالم من تدارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن عبادته وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا السلات ما ظهر منها وما بطن أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع عدان أحبتي تقدموا بارك الله فيكم وتزاهموا لكي يتسنى لإخوالنا الواقفين الجلوس وننوه إلى أن هناك مكان للصلاة في الطابق الأعلى فمن لم يجد مكانا هنا فيمكنه الصعود إلى الطابق الأعلى غني أحبتي في قبل أحبتي سواء عزيزيني ورقنا في حون أعلى أحبتي تبعهم شكرا وصحبه في جميع المناسبة المناسبة يجد أن ترجع إلى النموذة في المناسبة يجب أن يwent المناسبة أحبتي في طاق الأعلى ومن تضحت لإنسان الله وَصحبه وصحبه الله سبحانه وطحه سعيدة إليه كما تنفع وإن أسانى من حلчив مراقبة وتعالى أحيانا يبدو أن يقوم الضحة في الاجتشانه لذلك يقدم سمومة التشاطير من خلال الإمام عبر جعوسي قال أنفس الأساستي إنه يسوا م paying السابق صحيد في قوة لا تريدهم وحلوا الانسيطان وتغيرهم لا تريد النبي ويساعدهمهم من مطاقب إلى مطاقب إلى مطاقب. ويساعدهمهم أكثر في مطاقب إلى مطاقب. أحد هذه النومات ومطاقب إلى مطاقب إلى مطاقب. السيد رضي الله عنه قال عندما ربما على ما أهدا لربما يا ربي الأفضل أنجي لم يتم حادرة في المناطق ailبان قال المناطق صلى الله عليه وسلم هذا منذ يملك البيانس ليصلا على المناطق وداه BLA في البداية الأفضل الأفضل أفضل أفضل وانقد أن أفضلتي الأفضل لئي تسمي إلى أفضل من الوصول الأخرى في جديد استرهن! جداً وفق إلى وفق إلى تلك السلام مع السلام! التعبير يكون هناك وليس لا نحب فيه! الصحيح بذلك أنه سيح مرة أخري! ومساء أخذ الآخرة على الدور! صلى الله عليه وسلم. وماذا يبحث بنا وإن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يحيش بنام. المساعدة التي تريدها لها. إذاأتي الآن أن تريد الهوضع أن تريد الهوضع أن تريد الهوضع أتنائي ويوجد أن تريد الهوضع المساعدة أتمنى أن تريد الهوضع المترجم للقناة هناك تقسط وضعه من أساسين المستقبلات البشرية وعلى وأيضاً المترجم إلى الله على الأعلى وأيضاً المترجم إلى الله على الأيام هناك قال الله لعليه في النبات القدرة شاعرات الله وتمنى صلى الله عليه وسلم هم؟ و賭 شبه خطره انتشاء امام احدى ليست عادت إذا أعلم يصبحت توقفه وغيرت من الآية هذا الذي النجاستر البطر و هذا هو رقب المعلومات النهائي بإبلغ الأرسالي بأنهم وجدون الذين يحبون ذلك الإصابي الاجتين الذين لا يوجد الاجتين ليس فتح للمن التشرزى الذي يحدد الاجتين الذين يحبون هذا و هذا تحصل uhر الكثيرين من قدمة الشعبان المعارض للناس يبلغ الأرسالين ومع الله سبحانه وتعالى فسنة وعلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, ihr werdet vor euch schwierige Tage erleben, die Geduld benötigen. Die Standhaften werden 50 Mal eures Lohnes erhalten. Und da wurde er gefragt, عليه الصلى الله عليه وسلم, ihres Lohns, der Lohn derjenigen, die dann leben, oder unserem Lohn? Da sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, nein, eures Lohnes. Das heißt, man wird 50 Mal so viel belohnt wie die Sahara. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Lohn geben und möge er uns nicht davor fernhalten, diesen Lohn zu erlangen. Und deswegen, liebe Geschwister, sollten wir diese Zeit genießen, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten mit vermehrtem Fasten und vermehrter Rezitation des Proans und des Gedenken Allahs und des Gebets und allen Sachen, um uns vorzubereiten auf den edlen Monat Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere guten Taten annehmen. Amin. 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 Amin.